مرحبا بكم متتبعين الكرام في هذا الخبر العاجل 46 جريحا في حادثة سير بإقليم ورزازات والآن إلى التفاصيل استنفرت السلطات المحلية والقيادة الإقليمية للوقاية المدنية والدرك الملكي بورزازات عناصرها مساء أمس السبت بعد إصابة 46 شخصا بجروح من بينهم أربعة أشخاص في حالة حرجة دون تسجيل أي وفايات إثر صدام سيارة خفيفة بحافلة لنقل المسافرين ووقعت الحادثة على مستوى الطاريخ الوطني رحم عشر وبالضبط بين جماعة سكورة وجماعة ترميكس وقد تم نقل جرحة على وجه السرعة إلى مستعجلات المركز استشفاء سيد حسين بن ناصر بورزازات لتلقى الإسعافات الضرورية وأوضحت مصادر مطلعة أن حافلة للنقل العمومي صدمت سيارة خفيفة أثناء محاولة سائح الحافلة تجاوزها فانحرفت الحافلة وسقطت على جانب الطريق بعد فقدان السائق السيطرة على المقود لأسباب شكلت موضوع بحث التمهيدي من قبل عناصر الدرك الملكي وفور إشعارهم بالخبر انتقل عامل إقليم عبدالرزاق المنصوري ورؤساء المصالح الأمنية إلى مكان الحادثة حيث أشرفوا على عملية نقل جرحة إلى المستشفى كما قام العامل بزيارة المصابين في المستشفى ترجمة نانسي قنقر